بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الكتابة بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها للصف الثاني عشر نرجو أن نقدم لكم كل ما هو مفيد ونافع بإذن الله أهداف الدرس في هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أولا أن يحدد المعلومات والأفكار المناسبة لموضوع التراث من مصادر مختلفة ثانيا أن يصمم مخططا تفصيليا للمقال يحتوي على الأفكار الرئيسة لأجزاء المقال ثالثا أن يكتب مقالا يفسر فيه أهمية إحياء التراث مراعيا خصائصه البنائية والأسلوبية حمد ذكرنا بما تعرفنا عليه في درس الكتابة السابق بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها؟ تعرفنا في درسنا السابق على أولا الخصائص البنائية للمقال التفسيري وتتألف من العنوان والمقدمة والعرض والخاتمة ثانيا الخصائص الأسلوبية للمقال التفسيري وتتكون من مفردات وعبارات وأسديب لغوية يوظفها كاتب المقال ثالثا طرائق استهدال الفقرات المقدمة فأنت تستطيع الحديث عن الموضوع بشكل مباشر أو بتوظيف الاستفهام أو الاقتباس أو المجاز وهذا يعود لك أثناء التعبير عن أفكارك أحسنت يا حمد عزيزي الطالب تأمل الصور الآتية ما الذي تعبر عنه؟ أحسنتم تعبر عن التراث لكل أمة تراث تفخر به والآن تأمل وفكر بالأسئلة الآتية أولا ما التراث؟ ثانيا ما أنواعه؟ ثالثا لماذا تحيي الأمم تراثها؟ والآن عزيزي الطالب انتقل إلى صفحة السادسة والستين في كتابك المدرسي ولا تنسى إحضار دفترك وقلمك لكتابة الموضوع أوقف التشغيل لقراءة نص الموضوع التراث هو أغلى ما تملك الأمم فهو ذاكرة تاريخها ونبض حاضريها وملهم مستقبلها ولا غر أن تتصابق الشعوب الحية نحو الحفاظ على هذا التراث والعمل على إحيائه اكتب مقالا بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها؟ تفسر من خلاله الأسباب التي تدفع الأمم نحو إحياء تراثها مع ضرب أمثلة على ذلك من الواقع الوطني والقومي مراعيا الأسس الفنية لكتابة المقال التفسيري ثم عرضه على معلمك وزملائك لإبداء الرأي في المقال أبناء الطلاب ننتبه جيدا لقراءة المحفز ونص السؤال فهذا مهم لمعرفة المطلوب وكتابة الموضوع بشكل جيد تأمل معي الفكرة الرئيسة للمقال التراث هو أغلى ما تملك الأمم والآن تأمل المطلوب من نص السؤال اكتب مقالا بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها؟ تفسر من خلاله الأسباب التي تدفع الأمم نحو إحياء تراثها مع ضرب أمثلة على ذلك من الواقع الوطني والقومي مراعيا الأسس الفنية لكتابة المقال التفسيري عزيزي الطالب بعد قراءة السؤال وفهم المطلوب وقبل الكتابة قم بالآتي أولا اجمع المعلومات الكافية حول موضوع المقال مستعينا بمصادر مناسبة ثانيا ضع مخططا مناسبا لموضوع المقال مكونا من المقدمة والعرض والخاتمة ثالثا حدد الأفكار الرئيسة لأجزاء المقال من المعلومات التي جمعتها والآن من يذكرنا بأهم الأفكار المناسبة لموضوع التراث تفضل يا زيد أولا ما تعريف التراث ثانيا ما أنواع التراث ثالثا ما أسباب الاهتمام به أحسنت يا زيد أبناء الطلاب وبعد جمعكم للمعلومات الكافية حول موضوع التراث ووضعكم للمخطط البنائي للمقال إلى ما توصلتم بأفكاركم حول تعريف التراث تفضل يا أحمد ما تعريف التراث التراث هو كل ما خلفته أو ورفته الأجيال الصابقة في مختلف الميادين المادية والفكرية والمعنوية وهو ما يسمى بالثقافة المادية والثقافة غير المادية بوركت يا أحمد والآن ننتقل إلى عمار حدثنا عن أنواع التراث وأشكاله التراث المادي التراث الفكري التراث الاجتماعي فالتراث المادي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي أولا الأثار الثابدة وهي بقايا المدن والحصون والقلاع كقلعة الزبارة ثانيا الآثار المنقولة وهي المنحوتات والنقوش والأسلحة وغيرها كالمراكب الشراعية والقطاع النقضية ثالثا الآثار الطبيعية وتشمل المناطق الطبيعية بنوعيها البرية والبحرية كموقع الجساسية أما التراث الفكري يتضمن أولا العلوم الدينية الموروثة عن السلف ككتب التفسير ثانيا العلوم الدنيوية وتشمل علوم الطبيعة وعلوم اللغة كمؤلفات أبي بكر الرازي ثالثا الفنون بأنواعها المختلفة كالفنون الأدبية ومثالها دواوين الشعراء نجد التراث الاجتماعية يحتوي على أولا الموروثات الشفهية وتشمل الحكايات والأمثال كحكاية بودرياه القطرية ثانيا العادات والتقاليد الموروثة والأزياء كالغبقة ثالثا الفنون الشعبية وتشمل الغناء والرقصة كالعرضة وأغاني الغوص أحسنت يا عمر أبناء الطلاب من منكم جمع معلومات عن أسباب اهتمام الأمم بتراثها؟ تفضل يا محمود التراث رمز للهوية إن علاقة أي إنسان بتراثه علاقة عضوية حيث إن هويته برمتها فتغذى من التراث وذلك لارتباطه بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية ومثال ذلك الإنسان العربي ذلك أن للتراث عنده مدلولا دينيا واجتماعيا وعصبيا وقوميا فتشده في قطر يتمسك بزيه وعاداته وتقاليده وذلك نتيجة لتمسكه بهويته وانتمائه الوطني أحسنت يا محمود لاحظوا أبناء الطلاب أن هذا التفسير التراث رمز للهوية اعتمد على شرح العلاقة العضوية ما بين الإنسان والتراث من خلال الهوية المرتبطة بالحضارة والتاريخ والدين كتمسك القطري بزيه وعاداته العربية الأصيلة خالد هات التفسير الثاني تعزيز الاقتصاد يساهم التراث في تعزيز الاقتصاد وإنعاشه وخاصة الاقتصادات المحلية التي أظهرت أهمية التراث وخاصة للسياح من خارج البلاد حيث تعتبر السياحة مصدر دخل مهم وتساهم في زيادة دداول النقد الأجنبي ونتيجة لذلك نلاحظ معظم الأمم تأكف على حماية تراثها فعلى سبيل المثال نجد في قطر تجارب وشواهد تراثية كثيرة ومميزة كالمتاح في ذات المستوى العالمي والقطع الفنية المعروضة في الأماكن العامة والمعالم التاريخية وأماكن الجذب السياحية ذات الطابع التراثي كسوق واقف بوركتا يا خالد يوضح هذا التفسير تعزيز الاقتصاد دور التراثي في تعم اقتصاد الدول من خلال الوفود السياحية القادمة للبلاد بهدف السياحة وقد حرصت قطر على جذب تلك الوفود من مختلف أسقاع العالم بمعالمها المميزة والجميلة كسوق واقف سالم ماذا جمعت من معلومات حول التفسير الثالث حماية الحضارة فالحياة العصرية وتطور وسائل الإعلام والعولمة قد وضعت حدا للتقاليد الشعبية التي هي أساس التراث وهذا ما دفع الأمم للاهتمام بما تبقى من هذا التراث بكل الوسائل المتاحة من إعادة صياغته وتطويره وإدخاله في مجالات عدة تخدم الناحية الجمالية والتربوية في حياتنا اليومية في التقرب من المتلقي وحفه على التعامل مع هويته الثقافية ومتابعة رسالته الحضارية من خلال إقامة معارض محلية لكل ما هو مادي من التراث ومثال ذلك المتاحف التي أقامتها قطر كمتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني وفقق الله يا سالم أبناء الطلاب صلت التفسير الثالث حماية الحضارة الضوء على جهود الدول لإحياء تراثها وتطويره من خلال إقامة المعارض المحلية لكل ما هو مادي من التراث للحفاظ عليه بسبب العلمة وتطور وسائل الإعلام أبناء الطلاب لجمع المعلومات حول المقال هناك مجموعة مقترحة من المصادر المساندة وهي أولا دليل موارد التراث العالمي ثانيا الموقع الإلكتروني لمتاحف قطر ثالثا مقال في صحيفة الشرق بعنوان أهمية التراث القطري رابعا دليل المواقع التراثية في قطر والآن عزيزي الطالب بعد جمعك للمعلومات المطلوبة لأفكار المقال التفسيري استحضر هذا المخطط في ذهنك مضمنا هذا المخطط الأفكار الرئيسة للمقال أعزاء الطلاب لنتابع المخطط التفصيلي كمقترح لأفكار المقال فهو يتكون من العنوان والمقدمة والعرض والخاتمة وتستطيع من خلاله أن تنظم أفكارك بشكل جيد أولا العنوان تأتي به على صيغة سؤال لماذا تحيي الأمم تراثها؟ ثانيا المقدمة فيها تعرف بموضوع التراث بكل أنواعه وتبين أهميته وسبب الكتابة عنه فلا يمكن أن تنهض دولة حديثا دون أن يكون لها إرث تاريخي ثالثا العرض ستعرض سبب اهتمام الأمم بإحياء تراثها ويمكنك بناء العرض على فقرتين أو ثلاث أو أكثر بشرط أن تحمل كل فقرة فكرة رئيسة التراث هو رمز للهوية والانتماء لمختلف المجموعات العرقية تعزيز الصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل تنمية السياحة والاقتصاد من خلال زيارة المواقع التراثية المحافظة على التراث من الضياع بفعل الأنشطة البشرية أو الطبيعية حماية التراث من التزوير باعتباره الحافظ الرئيس للإنتاج الفكري والثقافي والفني والعلمي لكل أمة مواقع أثرية فقلعة الزبارة وأبراج برزان وقلعة الوجبة رابعا الخاتمة تستطيع من خلالها التذكير بالتفسيرات باختصار ويمكنك أن تضيف معلومات تكون على شكل توصية فقولك يجب الاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه لأنه رمز للهوية ويعز الصلة بين الماضي والحاضر الاستمرار في إقامة المتاحف للحفاظ على التراث أبناء الطلاب والآن سنطور الأفكار إلى فقرات نستطيع من خلالها أن نعبر عن أفكار المقال بأسلوب جميل النموذج الأول تطوير الأفكار في المقدمة أفكار المقدمة التراث بكل أنواعه ذو أهمية مدزايدة لكل مجتمع لا يمكن أن تنهض دولة حديثا دون أن يكون لها إرث تاريخي والآن من يطور هذه الأفكار إلى فقرة تعبر عن مقدمة المقال؟ تفضل يا عصام يعتبر التراث من أغلى ما تملك الأمم حيث إنه يتضمن كل من الأماكن والمعالم الرئيسة والمباني والعادات والتقاليد وغيرها ويعد الاهتمام بالتراث غاية بحد ذاتها في الكثير من المجالات البيئية والثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها وتكمن أهمية التراث أيضا في أنه لا يمكن لأي دولة أن تنهض وتتطور دون أن يكون لها إرث تاريخي تعتز به أحسنت يا عصام فقرة جميلة لاحظوا أبناء الطلاب التطور الكبير الذي طرأ على الأفكار بعد تحويلها إلى فقرة مناسبة للمقال التفسيري عبرت عن مقدمة المقال والآن سننتقل إلى تطوير فكرة من أفكار العرض النموذج الثاني أفكار العرض التراث هو رمز للهوية والانتماء لمختلف المجموعات العرقية تعزيز الصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل تنمية السياحة والاقتصاد من خلال زيارة المواقع التراثية مواقع أثرية فقلعة الزبارة وأبراج برزان وقلعة الوجبة سنختار الفكرة الأولى ونعمل على تطويرها إلى فقرة التراث هو رمز للهوية والانتماء لمختلف المجموعات العرقية طور هذه الفكرة يا قصي أولا التراث رمز للهوية لكل أمة تراث وآثار ولطالما كان هذا التراث منبعا للإلهام ومصدرا حيويا للإبداع المعاصر والأمة الحية هي الأمة التي تعتز بتراثها وآثارها لأن ذلك التراث وتلك الآثار جزء أساسي من مكونات تاريخ الأمة وحضارتها وهويتها وهي التي توثق وتكشف عن عراقتها وبالتالي فهي تحافظ على الهوية التي تميزت وتتميز بها هذه الأمة عن غيرها من الأمة ولعل دولة قطر خير مثال يضرب على تعزيز الهوية الوطنية من خلال المحافظة على التراث فنجد المحافظة على الزي الشعبي والأصالة في الأبنية والتقاليد بوركتا بني أبناء الطلاب تأملوا معي الفقرة بعد تطويرها فقد حملت فكرة رئيسة واضحت سببا من أسباب اهتمام الأمم بتراثها وهكذا بني يمكنك أن تطور الأفكار في موضوعك وصولا إلى خاتمة مقالك مراعيا توظيف أدوات وتعبيرات الربط المناسبة بين الجمل عزيزي الطالب عليك أن تتأمل في كتابتك للمقال التفسيري التعليمات الواردة في كتابك المدرسي أثناء الكتابة وبعد الكتابة وتأمل أيضا صحيفة التقويم في الصفحة الثامنة والستين وأخيرا أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية